حدث استثنائي دائما وابدا هو كأس العالم للأندية ولكن هذه المرة ب32 نادي ببطولة كأس عالم قوية وبشكل جديد بكل الأشكال النادي الأهلي كان موجود في بطولات كأس العالم واليوم موجود أيضا في هذا الحدث العالمي الكبير وممثلنا المهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي هو اللي هيكون متواجد النهاردة عندهم أعتقد لقاءات وحفلات عشاء وما إلى ذلك يعني لكنه في النهاية ناديك المفضل ناديك اللي أنت بتحبه اللي هو النادي الأهلي متواجد في هذه البطولة متواجد في هذه التظاهرة الرياضية وانت هاردة ما تتكلم على البايرن وبتتكلم على الريال وبتتكلم على المان سيتي وبتتكلم على المان يونايتد فخلاص بتقول الأهلي في وسطن بمنتهى البساطة حتى نطقها سهل حتى نطقها جميل حتى كيا شكلها حل حتى اللوجو بتاعها جميل ما شاء الله يعني وانت بتشوف كل اللوجوهات بتاعت كل الأندية حول العالم بتشوف دائما وأبدا اللوجو النادي الأهلي منور في هذه المظاهرة الرياضية ما بين منشستر سيتي وريال مدريد وبيرنومينيخ وباريستان جرمان وفلامينجو وبالمراس وروفر بليت فلومنينسي وتشيلسي وبروسيا دورتموند وانتر ميلان وبرتو أتلتكو مدريد وبينفيكا واليوفي وساليسبورج والهلال وأولسان هونداي والوداد ومونتيري وليوني المكسيكي وبوكا جونيورز وبوتافوغو وأوراوى دايموند والعين والتراجي وسانداون زوباتشوكا وسياتل وأوكلان سيتي وأخيرا انتر ميامي الأمريكي كل دول هيكونوا مع النادي الأهلي في بطولة العالم لالأندريا شرف ما بعده شرف وارجع تاني أقول لك نظام الأرعى عشان برضو تبقى عارفه واللي ما تبعناش مبارح ما فيش فيش أكتر من فريق من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة يعني الأهلي ما ينفعش يبقى معاه سانداونز والباقيين على فكرة ما عاف نفس التصنيف فأصلا ما كانوش يبقوا موجودين أو حتى لا فيه الترجي وسانداونز في المستوى الرابع الوداد في المستوى الثالث لكنه ممنوع حد منهم يكون موجود مع النادي الأهلي باستثناء أوروبا فقط لغير لأنه العدد الكبير 12 نادي فما ينفعش الأندية الأمريكية انتر ميامي وسياتل ساندرز دول حيبقوا فيه المركز الرابع في المجموعات الأولى والتانية حيلعب الانتر المباراة الافتتاحية على ملعب هارد روك في ميامي وسياتل حيلعب في ملعب لو منفيلد في سياتل بعدها بشوية الملاعب اللي هتحتضن كأس العالم للأندية ملعب مارسيديس بينز ده في أطالنطا جورجيا ملعب بنك أمريكا بصوا خلي بالحضراتكم بصوا أسماء الملاعب كلها عاملة ازاي وده اللي لازم وده اللي لازم النادي الأهلي يعملوا أو بيعملوا أو بيفكر فيه في الاستاذ الجديد يعني الملعب الأولاني مارسيديس الملعب التاني بنك أمريكا الملعب التالي تي كيو إيل الملعب الرابع روزبول الملعب اللي بعد كده هارد روك وبعدين جوديس بارك وبعدين متلايف وبعدين كامبينج وورلد وبعدين انتر اندكو لينكون فينانشال فيلد وبعدين لومين فيلد وبعدين أودي فيلد كله دول بقى مقصمين على أتالنطا على شارلوت على سنسيناتي على كاليفورنيا على مايامي فلوريدا ناشفل نيوجيرسي نيويورك المادي اللي حيبقى موجود في البطولة طبعا كل اللي بيقال دلوقتي هو مسار اجتهدات اللي قولك 50 مليون و30 مليون و20 مليون ما تصدقش حاجة لما الفيفا تعلين لك رسمي لكن الاتفاق اللي عملوا مع منصة البس ده بيتخطى المليار حسب معلمنا يعني بيتخطى المليار لكن هم عاملينه وعارفين ان هم هيكسبوا منه وهيبقى عندهم فائد أرباح كبير جدا لكن هتقول لي اقل حاجة 5 مليون دولار مثلا اقل حاجة 7 8 9 10 مليون دولار فهذا هو الشرف انه حتى ده بيأهلك انت كنادي اهلي انه بيخليك تعرف تصرف وتعرف تشتري وتعرف تجيب لعيبة وتعرف تعمل شوية حاجات انت نفسك فيها داخل النادي وخصوصا داخل فريق كرة القدم كل يوم حيبقانا وقفة مع كاس العالم الانديا لكن خلينا الاول نخلص بكرة القرعة باذن الله وبعدين نخلص مباراة الاهلي واورلاندو بارتس الجنوب افريقي ثم نشوف هنعمل ايه في اللي جاي باذن لا لكنه الاهلي دايما مشرف نبص على اللوحة النادي الاهلي نفسه ترجمة نانسي قنقر